انت عارف ان في القصة الحقيقة للسنافر السنافر مش مجرد كائنات لطيفة ولكنهم تكسيد للشيطان والخطايا السبعة ومصدر الشر اللي في العالم كله وشر شبيل مش هو الشرير ولكنه هو الشخص الطيب اللي بيحاول يحارب الشر هتبتدي بقى القصة بتاعت السنافر بالقصة اللي احنا نعرفها وشفناها وحنا صغيرين السنافر هم كائنات لطيفة بيعيشوا في الغبات ما عندهمش اي اتصال بالعالم الخارجي كائنات مسالمة عايشين في بيوت مفطر وكل واحد من السنافر بيتولد وبياخد الاسم بتاعه من صفة مميزة فيه واخد بالك من النقطة دي لان دي اللي هيدور عليها من موضوع كله فهتلاقي مثلا ان احنا عندنا صنفور المفكر وده اسكا واحد فيهم وعندنا صنفور الاكول وده بيأكل اي حاجة بتيجي قدامه وصنفور المازح وصنفورة الجميلة وكل واحد فيهم اسمه مشتق من صفة مميزة فيه كلهم بيلبسوا قبعات بيدة مع ده بابا صنفور وده انت ممكن تعتبره الحاكم او الشيخ بتاعهم اللي بيرجعوله في كل حاجة وبيعتبر هو القائد بتاع السنافر وقصة بتدور احداثة على ان فيه واحد مجنون اسمو جرشبيل وكم مع القط بتاعه اللي هو هرهور وطول المسلسل هما بيحاولوا ان هما يمسكوا السنافر اعتقادا منه انه لو اكل السنافر هيبقى عنده قوة سحرية او ان السنافر ممكن يحولهم لدهب وطول الحلقات بيحاول ان هو يعمل اي حاجة عشان يمسكهم لكنهم كل مرة بيقدروا انهم يرفلتوا منه وحتى في بعض المرات اللي قدر يمسك فيهم حد منهم بينتهي الامر برضو بانه هو بيلاقي طريقة وبيهرب دي كانت القصة اللي احنا سمعناها قبل كده اما بقى بالنسبة للرواية الحقيقية بتاعت السنافر فهي بتعود لفترة ما بين القرن الاثناشر والتلاتاشر والقصة بتبدأ بواحد اسمه شرشبيل واللي هو كان في الاصل كاهن في كنيسة شرشبيل وهو صغير امه تخلت عنه رميته قدام باب الكنيسة بسبب الفقر وانها كانت عارفة انها مش تدر انها تربيه في اليوم التاني الكاهنة بتوع الكنيسة يخدوه وتربى جوه الكنيسة لحد ما كبر وبقى واحد من الكاهنة موجودين هناك وكان شرشبيل معروف عنه طيبته وحبه الشديد للخير فاقسم انه هو يحمي بيت الرب وانه يحارب كل الشر الموجود في العالم وبتقول القصة ان استغفر الله العظيم من كتر ايمانه الشديد وحبه للخير الملك عزرائيل اللي هو ملك الموت نزل لشرشبيل وقرر انه هو هيساعده وبيقولوا بقى ان عزرائيل استغفر الله العظيم بيمثل هرهور اللي هو القط اللي كان معاه في القصة اللي احنا شفناها عشان كار شرشبيل وهرهور هما اللي اتنين بيحاولوا انه هما يمسكوا السنافر ويدوا عليهم واللي انت هنا تفهمه ان دول كانوا الجانب الخير في القصة مش تشيريش زي ما احنا اتحكينا اما بقى بالنسبة للسنافر فهم كانوا كائنات شيطانية واكيد سألت نفسك ازاي السنافر كلهم رجالة ما فهمش غير بنته واحدة ومع ذلك قادرين ان هما يتكسروا الكلام ده بتفسروا القصة الاصلية وبتقولك ان هما كانوا بيتكسروا في ليلة اكتمال القمر عن طريق استخدام التعويز والسحر وفي القصة الاصلية المفترض ان السنافر بيمثلوا خطايا السبعة المميتة ودي مفهوم موجود في الديانة المسيحية وبيشير للسبع خطايا اللي لو انت وقعت فيهم بياخدوك للفاحشة ويبقى مصيرك في النار والخطايا السبعة من اسمهم قسمين لسبع انواع الجشع والغرور والشرهة والكسل والحسد والشهوة والغضب دول هما كانوا الخطايا السبعة ولو انت بقى ركست وبدأنا نتكلم عن كل واحدة فيهم لوحدها هتجد ان السنافر هما اللي بيمثلوا الخطايا السبعة فعندك مثلا صفة زي الجشع هتلاقيها موجودة هي هي في صنفور طماع الجشع بيخلي صاحبه عايز يكوش على كل حاجة في الدنيا عنده استعداد يعمل اي حاجة مهما كانت بشعة مقابل انه هو يوصل للمال او الهدف اللي هو في دماغه وصنفور طماع تقريبا كان عنده نفس الصفة كان دايما لما بيحاول يحصل على حاجة بيحصل عليها لوحده وكمان كان موضوع بيوصل معه وقت انه هو بيسرق من السنافر التانية ونيجي بقى الخطيئة تانية ويا خطيئة الشراهة ودي بيبقى صاحبها عنده دايما شهوة نحية الاكل عايز ياكل اي حاجة تيجي قدامه بافراط والصفة ديات بتظهر جدا في صنفور الاكل اللي كان تقريبا بياكل اي حاجة قدامه ما كانش بيقول على حاجة لا اما صفة الغرور كانت موجودة في صنفور مغرور اللي كان طول المسلسل ماسك المراية وعمال يحبه ويبوس في نفسه خطيئة الغضب كانت موجودة عند صنفور غاضب اللي ما كانش بيتيقل اي حد كلمة وكان بيزعى مع اي حد يجي سكته وخطيئة الكسر كانت موجودة في صنفور الكسول اللي كان طول المسلسل تقريبا نايم حتى لما كان بيصحى من النوم كان بيرجع يفكر هو هينام امتى اما بقى عن خطيئة الشهوة فلو انت ركست فيها تعرف انها كانت موجودة في صنفور جميلة اللي كانت بتغري كل السنافر اللي حواليها وده بسببين اولا بسبب جمالها والسبب التاني ان هي كانت البنت الوحيدة اللي موجودة حواليهم فكانت بتعتمد على ده عشان تشدوه من ناحيتها ولو كملت بقى هتلاقي بقية الصفات موجودة في بقى السنافر التانية نيجي بقى القائد السنافر او الحاكم بتاحهم وهو بابا سنفور وده بقى بيمثل مصدر كل الشرور لوسفر او الشيطان واللي هتلاحظ ان هو الحاكم بتاحهم ويعتبر اكبر واحد فيهم وكمان هتلاحظ ان هو الوحيد اللي بيلبس قبعة لونها احمر وبسبب بقى اللي انا هكتقولك ده شر شبيل كانوا ان هو اقضي عليهم لان هم كانوا مصدر كل الشر اللي في العالم القصة دي ما كانتش مكتوبة في كتاب معين ولكن تم تناقلها بالحكاوى ما بين الكهنة الموجودين في الكنائس لحد ما وصلت لأول مرة واتكتبت في سنة 1958 كتبها واحد اسمه بير اوليفر واللي اخد القصة وحول السنافر من كائنات مرعبة لكائنات ظريفة وكلوت تنفع للاطفال وبعدها تم انتاج مسلسل ليهم في التسعينات وده بقى اللي احنا اتفرجنا عليه وده بقى كانت القصة الحقيقة للسنافر اللي اكيد صدمتك واللي اكيد مختلفة تماما عن القصة اللي احنا اتفرجنا عليها زمان رمضان كريم عليك وعمعكم حمود زايد سلام